السلام عليكم الحديدة في غرب اليمن تطفو على سطح أبرز التطورات الميدانية من حيث التصعيد العسكري كون هذه المحافظة المنفذ الرئيس لليمن على البحر الأحمر تبلغ مساحة الحديدة حوالي 17 ألف كيلومتر مربع موزعة على 26 مديرية كما تنتشر فيها عشرات الجزر تحتل الحديدة المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان أي بعد محافظتي سنعة وتعز إذ يقطنها مليونان ونصف مليون نسمة أي ما نسبته 11% من مجمل سكان البلاد لكن يعيش معظمهم تحت خط الفقر وانتشرت فيها ظواهر مريعة كسوء التغذية الحاد تضم الحديدة أكبر الموانع على البحر الأحمر وهو ميناء الحديدة حيث يستقبل ما بين 70 و 80% من واردات اليمن التجارية ولأنها المتنفس الرئيس اليمن على البحر الأحمر والبواب الرئيس لدخول الواردات التجارية والمساعدات كانت الحديدة وجهة مليشيا الحوتي للسيطرة عليها في أكتوبر 2014 وذلك بعد أيام من اشتياح العاصمة صنعا استثمر الحوثيون هذه المحافظة كمخزن لتموين حربهم على طول البلاد وعرضها وكان الميناء بوابتهم الرئيسة للتهريب والتمويل كما مثلت الحديدة قاعدة لانطلاق هجماتهم العدائية ضد البوارج والسفن وتهديد أمن الملاحة وهما حذرت منه التصريحات الدولية والإقليمية وحتى مجلس الأمر على إثر ذلك بدأت توجه الحكومي لخوض معركة تحرير الحديدة واقترح التحالف في 2016 على الأمم المتحدة دعوة مليشيا الحوتي لتسليم الميناء وخضائه لإشراف الأممي لكن المليشيا رفضت مؤخرا أعلنت الحكومة والتحالف بدء معركة النصر الذهبي وذلك لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي طبعا تتقدم قوات الجيش والوطني والمقاومة عبر الشريط الساحلي حيث يزحف طابور طويل من العربات العسكرية نحو المدينة الساحلية ويقترب من مطار الحديدة طبعا سبق هذا الإعلان معركة استنزاف وتحديدا في الجبهات الجنوبية للحديدة على الساحل الغربي توجد هذه المعركة بتحرير مديرية الخوخة بالكامل بالإضافة إلى تحرير مركز مديرية حيس وعدد من القرى المنتشرة على الشريط الساحلي الإسفلتي انطلاق معركة النصر الذهبي جاء رغم التحذيرات الدولية من الثمن الإنساني لهذه المعركة باحتبار الحديدة تضم مئات آلاف السكان إلى جانب قطع المساعدات والإمدادات عن الملايين بحسب الأمم المتحدة رغم هذه التحذيرات الأممية إلى جانب أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تعطي ضوءا أخضرا لبدء الهجوم عن الحديدة فإنها لم تعترض عليه كما يقول المراقبون سبق هذا الإعلان مهلة حددتها الحكومة ومعها التحالف للحوثيين بتسليم الميناء للأمم المتحدة وحاول المبعوث الأمم إقناعهم بذلك لكنهم رفضوا وانتهت المهلة على جبهة ميليشيا الحوثي عمت حالة من الطوارئ والاستنفار لدى قواتهم السعية لاستمرار السيطرة على الحديدة فعلى الأرض دفعت الميليشيا بالعشرات بالمقاتلها إلى الساحل وشوهدت مدرعات عسكرية تابعة لها تتجول في شوارع المدينة واستحدثت نقاط تفتيشل وحواجز مكثفة على مداخل الحديدة يقول خبراء عسكريون إن تحرير الحديدة سيقطع الشريان الرئيس للحوثيين في دعم وتمويل اقتصاد حربهم وسيجعلهم محاصرين في العاصمة صنعاء كما سيفقدهم أحد أهم أدرعهم الاقتصادية لكن الأسئلة تبقى عن مصير الثمن الإنساني لهذه المعركة